موسيقى 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 يعني وقوعة اه اه هو ثبت بالقرآن الكريم يوجد ستون آية في القرآن الكريم تتحدث عن السحر بتأكد ان فيه سحر ده والمفاجأة عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صحر عليه صلى الله عليه وسلم صحره يهودي وسمى لبيد بن الأعصر وتصحر بالفعل الأحاديث موجودة في البخاري ومسلم ده حاديث صحيحة لا يستطيع أحد إنقارها والإمام أحمد وبعض علماء السنة قدرهوها يبقى سبت بالقرآن الكريم ستون آية في القرآن الكريم بتجيب السحر بمشتقات سحره سحر سحران موجودة ستون آية في القرآن الكريم أصلي معنا برضو سيدة المستشار أيمن وطبعا نحن عارفين في حلقات سابقة كان بيعترض وكان بيقول إنه ما فيش لا سح ولا شعوزة ولا حاجة من دي فنحب برضو نسأل حضرتك هل لازلت على مصمم على رأي حضرتك ولا يعني الفكر تغير شوية الفكر تغيرش الاعتقاد في الدين ما بيتغيرش بعض المشايخ بيروجوا أحنا ما اختلفناش من السحر موجود لكن أنا مختلفين في طبيعة السحر اللي بيحاولوا يصدروننا الشيوخنا عشان بعض الشيوخ بيتجروا أو مش بعض الشيوخ قلة من الناس اللي بتدعي إن هي شيوخ بيتجر بهذه المصطلحات ويقول فلان بيعمل لك عمل فلان أنا عشلوه لك أنا بعالك بالقرآن وأنا تحددت الدنيا كلها قدام قدام الناس كلها قلت اللي بيعرف يعمل سحر يعمل لسحر نجد بعض المن يدعونا إنه تم عمل أعمال لهم وتم عمل أسحار لهم ولكن لم نجد ساحر أبدا بيلاقيه في مكان واحد بس بيكون في السجن وبيقول وبيعترف إنه هو نصاب السحر أنا ما اعترضتش إنه هو موجود موجود لكن إيه هو السحر السحر زي ما ذكر ربنا في كتابه العزيز وقال ما روش غير صورة واحدة سحر أحيون الناس إنه هو يوصلك بالإيهام على أن تعتقد الشيء عكس حقيقته وحكاية إن النبي سحر وأنه هذا الكلام موجود في البخاري ومسلم ما هوش يعني أنا ما احترامي طبعا الكتاب البخاري وتقديري ليه وأنا ما بقولش إنه فيه أحاديث ضعيفة وغير ضعيفة لكن مش أنا صحب التخصص ولا اللي قلت كده الشيوخ كتير وأساتزة كتير وكترة في الجامعة قالوا إن هذه الأحاديث دست على البخاري وكان البخاري يعني خاطئة أنا إيه هز مصلحة يا ناس إنه تروجوا أن نبي الدين نبي إسلامكم قد صحر يأتي الشيء وهو لا يعلم إذا كان أتى ولا لأ أتى زوجته يعني هناك بعض السحر العقلي للنبي إزاي إن إحنا نقول إن إحنا كمسلمين بناخد دينة من رجل في وقت من الأوقات كان لا يدري ماذا يقول هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام لا أقبله هذا طعن وتجريح بالإسلام وأنا كمسلم ما أقدرش أقبله خالص واللي بيرجل كده بيروجوا عليه عشان هما بيتجروا بيه أنا ما شفتش أي ساحر في الدنيا غير بيكون موجود بالكلب شاء محبوس والمخبرين بيزبطون برواقه هي كانوا واحدة هو على الصابين ومأجورين وبعض الناس اللي بتدعي سعوني يا واحدة طب أكام كده بعض الناس اللي تدعي أنهم مصحورين موجودين لكن لم يأتي شخص ادعي أنه ساحر وإذا كان الساحر بيعمل شيء عكس مساحر يا سازة أيمن يا سازة محترمي حديك أنت بتتنرفز بس يا هو فعلا أنا غير على ديني كلنا غيرين كلنا كلنا زي النبي يكون صحب كلنا مسلمين وموحدين بالله وغيرين على جنة ولكن بالفعل لمدرد أنه في البخاري أنت بتعبد البخاري يا مولانا أنت بتعبد البخاري حضرتك طريقة دي الإنقار إيه الحاجات بتثبت بإيه وتنقر بإيه حضرتك بتعاول على العقل ولا بتعاول على الشر ولا بتعاول على إيه عشان أقدر أرد أنا ما أقبلش إن أي حديث في آية في القرآن قالت إن النبي صحر أديني فرصة كلم حضرتك في آية في القرآن قالت لك الدهر كام ركعة هاتلي آية تقولي كلامك ده قياس مع الفارق ده قياس باطل ده قياس باطل ده قياس باطل النبي النبي هيقول لنا إن هو كان غير مدر يا أستاذ اسمعني وإن اليهودي أثر في القرآن وأثر فيه اسمعني حضرتك اسمعني زي ما أنا اسمعتك اسمعك إيه اتفضل أحضرتك أنا ما قبلش كلام عن النبي عليه ترد على تقول النبي السحر زي ما اسمعت حضرتك حضرتك تخضر ربي está تسمع الدراغت حضرتك بتقول السحر بالعين ده نوع من الأنواع السحر هذا نوع من الأنواع حضرتك انا لما انكر حاجة صحيحة وردت ورواها جامع عن جامع عن جامع المستند ايه المستند ايه العقل تعويلي على العقل ولا شرع انا عزة اسأل حضرتك بس تنكروا عقلا ولا تنكروا شرعا مانا لو اطلق عقلا هتقولي الشرع مبتاخدش بالعقل اطلق شرع انا هتقولي فلان قال وعلان قال انا مبالش ده على نبي لحسا انا عملية ده بالادلة حوشلك اقنعك بالдليل مش بكلامي وكلامك المرسل ماينفعك هل كل تفاصيل الدين اتت في القرآن الكريم القرآن احكام كلية تفسرها السنة النبوية حاجة الكرات الكريم ان السنة النبوية اشد Commander حاجة حالسن النبي Davis وأنت متخلل اما النبي يعرض للسحر دي مش مسألة كلية ومسألة تهم الامة لما نقول السحر اللي النبي تعرض له تعرض له ازاي كالنوع ايه وهل السحر ده مس على العقيدة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا ولما زه صحر النبي اصلا عشان لما زه صحر النبي صلى الله عليه وسلم عشان والله يعصمك من الناس كلام ده كله غرض هذا السحر كلهم اجمعوا انه لم يؤثر على العقيدة او التبليغ ده في الجاريب النبي ده مش بشر هو كان يصحر يبعمل ايه؟ قول لي انت بس كان بيصحر بيعمل ايه؟ كان يرى انه قات اهل ولم يأتي اهل اه؟ طيب ويقول لي ويأتي الشيء ولم يكون يفعله طيب انا ما هيقول لنا اي كلام؟ طيب ما انا عايز اسألك سؤال بس اي كلام ده بعيد عن الشريعة اي كلام ده بعيد عن الشريعة مش بقولي كلام ده هو بيبلع اه؟ في جانب بشر للنبي صلى سلم ولا ما فيش؟ لا انت عنا خش بقى بس ألك سؤال اتفضل 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 احنا لازمنا برضو يعني عايزين نفهم فيه ولا لا النبي صلى سلم معصوم وهذا لا يمنع ان هناك جانب بشرين النبي صلى سلم النبي يصيب فيه ويخط والدليل على ذلك ان هم كانوا بيقبروا النخر بطريقة معينة فلما قاتل النبي صلى سلم قال لهم على طريقة فلم تسمر مع النخر فقالوا نبينا لم تسمر قال انتم اعلم بشؤون دنياكم دي الخبرة دي اهل الخبرة اللي يحكم المواقف دي ده النبي قال رأي كإنسان خبرة وناسي برضو في موقعة بادر أهي الخدعة والمكيدة أم هو وحي ونزل في موقعة بادر ده صحابي الحباب المنزل لي حاجة تانية قال يا نبي الله أمنزل أنزلك الله إياه أم هي الرأي والحرب والمكيدة قال بني الرأي والحرب والمكيدة قال اذا ده 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 لحضرته ان الأمور الدنيوية النبي بشر طبعا لكن في الشرع في الشرع النبي معصوم والصحابي كان مدرك كده قال له لو ما انزل ربنا قالك انزل إياه لا احنا ما انظرش ان انت خذب عن الكلام طب ما احنا عارفين طيب لما يجي ربنا يقولك في ستين آية في القرآن ان فيه السحر حضر بك تنكر الكلام ده انا انكت السحر انا بانكر شكل السحر اللي انتو بتحيقول الناس بانكر شكل السحر اللي انتو بتوصلوه للناس طب اذا سكر السحر بالنسبة وحضراتك ايه يا اساس ايمان الوهم يعني الوهم يعني الوهم ان انا بص الالهام بالاهام 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 فقط لغير ازاي يعني ازاي يعني ان كيد المرأة قوي اقوى من كده فهيستعينوا هيستعينوا ستيني طب السحر اسننا وستاة ايمان هاولها دك حياتك انت بتتكلم عن السحر والحسد لو سمحت وتبعوما تطلو الشياطين على ملك السلامان حسد ده مذكور في كلام يا أستاذنا مالكتين مذكورين في القرآن وتبعوما تطلو الشياطين على ملك السلامان وما قفر السلامان ولكننا الشياطين قفر يعلمون الناس الصحر وما انزل على الملكان باب باب العلوم. يعلمونا اذا هو علم. شان بقى. هو علمو من قلق. فيتعلمونا من اما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى فين المشاهدة اللي هدينك بتون عليها. واقع فيه. يعلمونا. عمل سحر بينه. الفتنة تبقى ايه. اشتغ العلاقة بينه. بالزوجات. هو انتو بس صورة واحدة بس للتفرقى بين الرجل ومرأة ان الرجل يكون غير قادر على جماعة زوجته. هو بس ده. هو ما تذكرش دقيقة. ده يعني ممكن بس اتهدوا. انتو بتصدروا للناس ايه? ازباد حضرتك كده ان احنا بالفعل حصل واقع في حلو اه في الشروق ان في سيدة قامت بسحر مكان. يعني اه مبنى بتسحر فيه باستمرارية عشان تمشي الناس منه. هل ده برضو خطأ? ده حاجة واقعية. الهام. الهام ايه? اتوهموا بكده. برضو الهام. ازا كان البنت بص يا فندم بص يا فندم. الوقع دي الوقع دي سيدة سيدة او هامد بعض جرانها ان هم. ان هم واردت حضرتك لو فيه مداخلة يدخلوا معنا. في blendedه معنا مداخلة ان شاء الله. اة اه. اه. او هامد. اه. طيب خليهم نتكلم عن موضوعهم اه. علو. dni. حالو. ايه فندم.-الو. الو? ايوة. ايوة حبيب. هو. ايوة. ايوة ايوة. مع حضرتك. فضالي حبيب. ايوة. هم. من معاي؟ انا امativ دي حبيبتين من الشروق. ايو ايو. اشرح لنا حضرتك الموضوع. اشرح لنا حضرتك الموضوع اللي حصل. حضرتك احنا سكنين في العمارة ديت. احنا يعني اربع شوء في كل دور. اي. ومن احنا ثلاث شوء ومننا الكامل الحاجات ديت. احنا كنا جران عادي وقيفين وكل حاجة. بس ايه كان بيصدر منها حاجات غريبة. احنا ما كناش للا تفصيل يعني. تمام. كنت كل ما اعود معاه. كنت عارفها طبعا الجران مع بعضه. واقعد مع بعضه. والحاجات العادية ديت اللي احنا متعودين عليها عادة. عادتنا العادية. اه. فكانت دايما تكلمني على ابن اختها. اه. معها حاجات. وبيعمل حاجات. اه. ولو اتصل بحد بيها. لو اتصل بسيدة. يعرف ايه لابسة ايه ويقعدة في مكانها. اه. وابنت اختها ضعف منها سيغة. اتصل بيها. وقال لها الاستغل في الحتة الفلانية. وادخلت وفعلا ولايت الموضوع دوت. طبعا ده كله مش اه. ما كانش في دماغ ان يعني هو بيسحر بيعمل حاجات. طب يعني انت خلش في موضوعك بقى بسرعة كده شوية عشان وقت البرنامج. طب حاضر. اه هو كان اه عم احمد كان معساكن معانا في العمارة في الدور الثاني. اه. لاحظنا ان في حاجات غريبة بتحصل عنده. اه. والبيت انقلب. والدنيا بازت. وطلق مراته. ومشي. وفهم بصه ما كانش في دماغنا حاجة. تمام. شوية بشوية لقيتها بترش حاجات قدام الشوع. اه. اه. كنت بقى شوفها يعني. بتشوفيها بنفسك. بتشوفيها بقى نيجي انها بتعمل حاجات زى كده. بتشوفيها يعني. انها بترش يعني. تفرة كده. ام. قدام باب الشوع. فانا لما شوفتها مرة واتنين وتلاتة انت بتعمل ايه؟ بتقولي ده علشان الترصيب بتطلع ترصيب من عند اللي جنبها ديت. اه. ما تخشش عندي. طب انت بترش عندي انا ليه? وانا وغرض ثاني. طب هي الغرض منها ايه? يعني ايه. يعني ايه. يعني ايه. يعني ايه. يعني ايه. يا مداي من الموضوع ده ايه? يعني بتعملك الحاجات دي ليه? يعني لها غرض معين عايزت نجوك من البيت? ايه. كان لها غرض هي يا شايفة ابني متفوت في الدراسة وكده هوت. اه. وعايزة تحطامه باي طريقة. تمام. وكانت لما بترش الحاجات دي احنا كان بيوتنا كلها بتولع. والعمارة كلها كانت بتولع طباعا. ايه. ايه. فانا لما حسيت وعرفت وقلت لها اللي انت بتعمل ده غلط وحرام ما ينفعش. هددتني في جوزي. قالت لي لو اتكلمتي ولا عملت حاجة والله لا. لقضبت شهولك. انا حقرب بيتك. وفعلا عملت وجوزي السلع من اه من بيته قاعد سانا برا مش طي يخش البيت. ايه. واخوه كان ساكن برضو معانا في نفس العمارة. السلع تطلق ميراته ومشي. انا مش عارفة ليه. يعني هي بتمشيكوا كلكم من البيت? هي بعيدة يعني مشيكوا كلكم. هي لما. ابن حضرتك ايه الاعراض اللي بتجيله. حتى لما بيكلم عيل من عيالها او كده هوت. اه. ما بتتكلمش. ما بتتخنقش مع حد. ايه. بس اللي حاجات غريبة محطوطة على على الشوعة وعلى العتب والحاجات دي. طب ابنك اتعرض لحاجة. كلها في خمس شوعة عزله. وفي شوعة تانية احنا مش عارفين نجيب ارقامهم حتى ليه بيمشي ما بيقولش احنا فين. خوفا منها. طب هي عايزة هي عايزة البيت اساس يعني يا استاذة. هي عايزة البيت. هي عايزة البيت. يعني عايز تملك البيت او عايزة تشري البيت عشو كنا بتتفاشك. انا ما اعرفش ايه يا يعني. ما هو الغرض ايه ما احنا عايزين نعرف الغرض الاساسي. اصلا في الحاجات دي. اه. حضرتك هي بتشتغل في الحاجات دي هي وجوزها وهي اللي ايلاني. تمام. تمام. انا عندي حاجات في البيت اه ابنوختي سيبها لي علشان يحرص العيال ومش عارف ايه وبنقض وبنأكل مع بعض وبنشرب مع بعض وبتدحك. انا اتقرت والنهزار. ايه في حضرتك ايه الاعراض اللي عنده. حاسيت ان هو موجود تكون سحرينه. ابني من ثالث سنوي هو ما كانش بيعتقد في الحاجات دي خالص حتى لما كنت بقوله كانوا الشيوخي ولولنا قرموا مية بملح قدام العتب. علشان يبطل اي حاجة تتعلم. ابنه ما كانش بيكتيني يعني. ما كانش بيهتام. مارك مارك مره لقى جسمه بقى حاجة ما استعمل رقابته. وحاجة ظهر وسبسل الظهر وطعبه جدا وزراعه اليمين بالذات. على طول منامل واسئل ما بيقدرش يمسك القلم. تمام. في ثالث سنوي والله والله. كان في ثالث سنوي. الليلة اللي امتحان كان بيبيت عند شيخ. اه اه اه. كان بيبيت عند شيخ. يعني هي متعمدة انها تعمل حاجات دي. امتحانه. تمام. تمام. دفنا تعبنا. وسبنا لها البيت وهددتني بيه وبتهدده كل ما بتشوفه بتهدده. وبصها ماشي وورا بنتي وهي طالعة من الدرس. لغاية البيت اللي احنا اسكننا فيه مزيد احنا سبنا لها البيت. سبت لها الدنيا كلنا. ليه خوفا منا خوفا على ابني. طيب لا يعني حضرك لما غيرت الثاني حضرك بس لما غيرت المكان ارتحتي يعني لقيت تغيير ولا ما لقتيش. خالص. خالص والله. لقيت تغيير. ما لقيتش تغيير. هو يعني احنا سبنا لها البيت علشان الولد يرتاح وروحنا للشيوك وعملنا كل حاجة. ما بس هو kelama حضرك ان في المكان نفسه اسمعيني بس ان في المكان نفسه كنتبتأثرين به وهي بتروشي لقو وتعبتي نفسيا فيه. سبت المكان اللي هو فيه كل الحاجات اللي مش كويسة. روحجوا مكان تاني. ارتاحتي فيه ولا نفس الاعراض هي هي. يعني نفس العامل نفسي زي ما هو. اه. انا هقول لحضرتي. فضلي. احنا اه لما لما عزلنا. اه ايوة. اه 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 اعزنا يعني حوالي شهر كده هوت والاولاد دخلوا المدارس الثاني وكده هوت وبنتي طبعا كانت في سنوية وكانت بتروحي يا دروس. تمام. بوزها شاف اه بنتي فضل مرقبها وفضل ماشي وراه لغاية ما عارف مكاننا. اه. الثبات اللي احنا عايزين فيه احنا عايزين في الدور الثاني. يعني يعني مخيلك انها ممكن تكون يعني لا يعني معلاش عالثاني يا حضرتي الموجود تكون وصلت تاني عندك من ناحية البيت الجديد وبرضو اه اه عامت نفس الحاجات اللي هناك. هي هي. عامت نفس الحاجات وفديده. ماشي فضل. ماشي. سألها السؤال بس دفعت دفعت فلوس كتير للشيوخ. يا استاذة. لو سمحت يا استاذة. ام. ايو. دفعت فلوس كتير للشيوخ. دفعنا فلوس يا ما اقولش الحضرتك يعني انا خلاص انا فلست من كله. حضرتك احنا تعبنا من كله. طيب. وصلتش لحل يعني عماء يعني كل اللي تعرضتينه ما وصلتش لحل. انا بقى انا اربع سنين في الهم ده والولد ما بيخفتش. طيب وعامل ايه في السنوية العامة. يا عامل ايه في السنوية العامة. تفوق ونجح ومسكورة الهندسة. جاب التأذير بتاعه الحمد لله. طيب تمام. وتفوق ومين فاعته وهي من السيبات. برضو. شكري. ماشي يا فضل. ما تشكرين جدا بحضرتك. شكرا يا فضل. شكرا يا فضل. الاستاذ ايمان دلوقتي عند دخلت ابن امرين. لازم يفصل بينهم. تمام. من وجود السحر ذاته وبين استغلال بعض المتاجرين للشعر. انا معاف دي. الوقت انا مش مختلف معاف دي. صح ما اقول لنا. في ناس كتين بتستخدم الطلاقة دي. بتسحك على الناس وتاخد اموالهم. ودجل وشعوازة انا مش مختلف معاف كده. تمام. لكن الانكار السحر ذاته. هو ايه وهو ايه هو الانكار. بس. وانا النهار ده ما بقوله الاية. هو ايه بيقول لي السحر المشاهدة او السحر بالعين فقط. بقول له نص الاية بيقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ده لدي نقطة اه جزء من المشاهدة. طب لا ايه حضرتك ده حضرتك جزء من المشاهدة اللي انا قلتلك عليها طب رايح حضرتك ايفه اللي سمعت مشكلة اللي حصل دي ده دل على ايه بقى تسحر ولا اعمال ولا ايه وضعه بالضبط الشغل النافس المشعوزة والمسحر اللي بيستخدموا الكلام ده بيستخدموا خطأ شغل التاني اللي بيدع انه هو بيعالج عشان ياخد اموال مجرد انه هما بيطلب اموال من قدامه انا عايدة اسأل سؤال واحد لما هما بيتسحروا او بيتعرضوا يا طب اما بيحصل تغيرات عندهم او بيشعروا بالخنقه وهو حاجات كتيرة جدا لو ده فعلا مش موجود يبقى هما هيبقوا طبيعيين لكن ده بالفعل حاجات بتحصلهم وحاجات موجودة بايدا بيتسحر لهم الفعل طب انا انا قلت ان المضاحب شعوز هو اللي بيروك طب والشخص نفسه المصاب هيروك لإيه بقى يعني الحاجة امامة دي لما بتكلم تلوقتي هي بتروج لإيه بتروج لمين بقى يعني حتى استفاد ايه هي وفاجأة ان دي قضية معروضة عليا وانا هتخذ الإجراءات القانونية ومن هنا ومن خلال برنامجك ومجد حضرتك انا بقول بنادي للسيد اللواء نبيل سليم ارجوك شوف الموضوع دوت اه الناس الست ديت يعني انا عايز افهمكو بس القانونية الموضوع انا بناشد السيد اللواء نبيل سليم ان هو يتابع القضية دي وعايز اتمنى يعني من اللواء هسام الشواف ودير الإدارة العامة ومكافحة الأداب ومكتب أداب القاهرة وكل أفراده ورجالته انا بوصلهم استغاسة من خلال هذه السيدة اللي هي تقع تحت دقسيم المادة 336 اللي هي جريبة النصب انت عارف النصب يعني ايه؟ وانا مختباتش معه السيدة السيدة دي بتقع تحت تقسيم المادة في المقام الأول المادة 136 من قدور العقوبات النصب دي بتنصب عليهم واحنا عارفين ان الانسان واعي انسان عنده واعيين واعي حقيقي واعي في العالم انا ممكن اقول لحضرتك او ممكن اقول لحضرتك اوهمك ان انت حضرتك اداءك وحش او في الحلقة النهاردة صدقني هتضطرب وهتحس ببعض التغيرات عندك السحر اللي انا بقوله الاختلاف انا مقولتش السحر مش موجود انا بقول السحر هو صورة وحيدة ان هو صورة ايهام انا بوهمك انا ممكن غير مسحرك اقولك ان حضرتك في عندك مشكلة عندك حاجة وبعدين انا ممكن بقى صدر اي مشكلة تحصل لك طبيعية يعني الرجل اللي طلق مراته في المداخلة بتاعت الست محمد ممكن يكون يطلقها لأي سبب آخر وضد ان انتو تقولوا ما يفرقوا بين الرجل وزوجاته ان هو عدم القدرة على الجماعة لكن انت عارف الفتنة حضرتك فتنة سهلة اوي اوي اللي الراجل بيكون مخنوق الستة مخنوقة في ظروف الحياة العادية ممكن يتطلقوا عادي خالص من غير السحر طب المشكلة دي ايه وكمان اخر حاجة هو قال الشيوخ الشيوخ اللي راحوا لهم اللي بتزوهم طيب ماشا هي اعدادة المشكلة ايه ما انا عايز اعرف برضو المشكلة كلها هي عملية ابتزاز ونصر ابتزاز مين لمين سيدة التي بتطدع السطوة عليهم عشان هات يشتري الشواء عشان تطفل عليهم السلطة يعني هي عادي تاخد الشواء اه لان هي عرض عليهم هي صحية مش ستة واحدة دي عصابة اجرامية مكونة من بعض الافراد شخص بيناول شخص زي اللعبة كده ابنكتي بيعملوا ابنكتي بيعملوا ابنكتي بيعملوا اهام اكيد بدليل ان الولد الولد اسناء سحره تفوق ودخل قليلة الهندسة انا بقول لكم السحر ليس الا الايهام ليس الا ان ممكن اي انسان ممكن يسحر اي انسان بشكل اخر لانه هو علم انه هو ممكن اقول لك انت عندك مشكلة انت عندك حكاية اوهمك اوصل لك هذا الوهم الوهم يسدقني هيأثر عليك انا لو قلتلك دلوقتي عينك غرغرة وشة كصفر انت الواحدة هتعجل طم عالش انا اشتغلته في المجال ده برضو ده البرمجة اشتغلت ايه اشتغلت ايه ده اتجوز حضرتك ده ملوش ده اقوى خالص اه ايجابي ده الايجاب ايهام احنا يعني حاول لحضرك حاجة انا هنتمنى ان نجيب حالة فعلا ده سحر عشان نثبت لحضرتك ان مفيش طب ما هو انا جيبنالك حالة لا انا حضرتك حللتها برضو قلت حاجة تانية انا ده دي بيلهموهم بجابة احنا بص بص اقول لحضرك حاجة لحاجة صدقني يعني حالة مش مقتنع بالموضوع بتاعهم هو اي انسان في الدنيا لو دي تيله طاقة ايجابية هيا في الملاعب اي لاعب بتشجع هاتماشي كل الناس اللي موجودين في العمارة يا سيد ايمن ايوه الايهام وصل الايهام من درجة كبيرة وحصلت مشاكل بالصدفة بينهم وبيتعرضوله كل ده برضو الهام بس نقطة انا عايز حضرتك تتكلم فيها حضرتك انكرت حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم استنادا الى العقل صح؟ ولا استنادا الى ايه بردو ماتقوليش استنادا الى ايه انا لا اقبل على نبيي هذا الكلام انت تقبله بقى دي مشكلتك انت وحسبنانا وانت عند ربنا وانت بتمثل الشيوخ مش بقول لحضرتك تصيا انا لا اقبل على النبي ان يكون انا لا اقبل على العقل في كل شيء النهاردة في القرن الوعد وعشرين وانتو من حقوق وانتو تغيبوا العقل عشان الدين وعشان تقولي الحديث بتاع خف ورأس الخف ايه الكلام ده ما جاء الدين الا للخطر بالعقل خلي بالك عشان ما بانك عايز تغيب انت العقل لا 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 اذا غيب العقل وكان الانسان مجنون بترفع عنا تكريف الشلائي اذا كنت انا ربنا عارف ده بالعقل لحظة انا بقيت مسلم بالعقل طب انا عايزة بس عشان برضو المعلومة دي خطأ يا جماعة يعني اتساعدينكم احنا معادل برنامج جري لا لا حظة وقت والله معلش لنا حلقة تانية لان الموضوع كبير جدا وانا لازلت بكرر وبقول لستادة المشاهدين اللي شايفاننا في الحلقة اي حد عنده حالة بالفعل مصحورة اولى عندها يعني نوع من انواع السحر بشتى الاشكال تكلمني تتواصل معي وانا حاجبها بالفعل الحلقة الجاية اعتراض للاستاذ المستشار اينا معنا وليل يا رجاء محدش يمشي ولا كلمة بقول لي انا في سحر نيسحر 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 بلاش حد يصدد لا 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 انا عايزه وانا لا اعترض على ان في سحر وفيش عوازة وفي كل ده انا لازلت وكأن انا الامية ولكن انا بقول بالفعل في سحر وفيش عوازة في سحر بس بشكل انتو بتصوير لا لا وبشكل مهين وبشكل مهين لا 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 والله انا طبعا من وقت البرنامج جري وانا كنت اتمنى ان يوعد اكتر من كده بس هكمل الحلقة الجاية ان شاء الله اه سنادا للموضوع ده اشكركم اشكر السيد ايمن على اللقاء بتاعك واشكر الشيخ ربيع ابراهيم شكرا واشكر عزيزي المشاهدين اشكركم على حسن استماعكم ولينا لقاء اخر في نفس الموضوع الاسبوع القادم ان شاء الله تسبح على خير